نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار وأكد المركز أن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش الذي يعد من أكبر أوديات شمال سيناء من حيث المساحة وكمية المياه التي يستوعبها أضف المركز أنه تم إنشاء 1500 منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات